ايامك خير الايام يا رمضان يا شهر الصيام وقيام يا رمضان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وأهلا ومرحبا بكم وأيضا نرحب بضيوفنا الكرام ونقول لهم أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل الصيام يعني في ثواب صيام شهر رمضان أنه قال أن الصيام جنة من النار يعني أن الصيام في شهر رمضان يكون حاجب للإنسان يوم القيامة على النار بفضل هذا الصيام ولكن ما هو هذا الصيام اللي رح يكون حاجب للإنسان عن النار فما هو الصيام اللي رح يكون وقاية ما هي صفات هذا الصيام ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إذا صمت فليصم سمعك يعني سمع الإنسان أيضا يصم عن الحرام وبصرك ولسانك يعني حتى لسانه أنه لا يغتاب لا يكذب وبطنك لا يأكل الحرام وفرجك واحفظ يدك وفرجك وأكثر من السكوت إلا من خير يعني أن الإنسان لا يذكر ما فيه سوء للناس لا من نميمة ولا من غيبة ولا من فهتان فهذا الصيام اللي يكون بهذه الصفات اللي وردت عن الإمام الصادق فهو هذا اللي راح يحجب الإنسان عن النار يوم القيامة وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال صوموا تصحوا يعني فوق هذا الثواب اللي راح ينحصل بالآخرة أن الصيام يكون فيه صحة لنا في الدنيا أيضا شيخنا إذا كانت الصحة في الصيام فلماذا رفعه الله عن المريض؟ أحسنت سأل أخوكم عباس يقول إذا كان الصيام يكون بي صحة إنه فليش الله سبحانه وتعالى رفع هذا الصيام عن المريض؟ فهو بالمريض يصوم ويطيب فمن ومنكم يقدر يجاوب لنا عباس؟ شيخ صيام يكون صحة قبل المرض أحسنت جاوب أخوكم هنا يقول الصيام هذا اللي يكون صحة للإنسان هو اللي يكون قبل المرض يعني من باب أن الوقاية خير من العلاج فإذا الإنسان صام فما رح يقع فيه أمراض أما إذا لا أتمرض فبعد ما ينفح الصيام ما يفي دبشي وأيضا نضيف على ذلك الجواب أن للصيام ثلاث مراتب يعني حسب ما قسمته الروايات الواردة عن أهل البيت الأول أنه صيام الجسد يعني أن هذا الطعام صيام الطعام والشراب يعني لا تأكل ولا تشرب فهذا القسم الأول من الصيام اللي قال عنه الإمام عليه عليه السلام من منعه الصيام من طعام يشتهي كان حقا على الله أن يطعمه من طعام الجنة ويسقيه من شرابها والصيام المرتبة الثانية صيام الجوارح وهذا الصيام يعني أن الإنسان يكف جوارحه إلسانه عينه إذنه فهذا الصيام أعلى من صيام الجسد والمرتبة الثالثة صيام القلب وهذا هو أعلى المراتب فأقرأ رواية الإمام عليه السلام أنه قال صوم القلب خير من صيام اللسان وصيام اللسان خير من صيام البطن فإذن الصوم الحقيقي هو صيام الإنسان عن معاصي الله فإذا صام الإنسان عن معصية الله فإذا صام الإنسان عن معصية الله كان هذا الصيام فيه صحة له في الدنيا والآخرة لعل هذا المراد من حديث النبي صلى الله عليه وآله صوموا تصحوا فالصيام عن معاصي الله وعن التفكر في معصية الله هو هذا خير الصيام وهو هذا الصيام الحقيقي إن شاء الله يكون الجواب ينكون ماضح إلى هنا ينتهي حديثنا لهذا اليوم وآخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد